بيبدأ فيلمنا مع مجموعة التلاميذ وهم رايحين يخيموا في مخيم وولدن للبنات وهناك بينشوف مارفا مديرة المخيم وهي بتقول لهم يلموا الشنط بسرعة وساعتها هالي بيتحاول انها تشد شنطتها لكنها ما بتكونش قادرة لحد ما زميلها بيساعدوها وبيتعرفوا عليها وسواني وبينشوف آني اللي بتكون نسخة من هالي وهي بتنزل من عربية فاخمة جدا ويا رب يعيدنا واللي بتكون جاية مخصوص من لندن علشان تحضر المخيم السواق بيأكد على الحاجة بتاعتها وبيقول لها تتصل بيه لو احتاجته في اي وقت وبترد ان كلهم 8 اسابيع بس وبيودعوا بعض بطريقتهم الخاصة ووقت ما مارفا بتجيب فراولة بتسأل هالي ان كانت عاوزة معاها وبترد انها عندها حساسية من الفراولة وساعتها بتسأل آني وبترد ان عندها حساسية هي كمان ووقت ما هالي بتلعب بالسيف بكل مهارة ضد اصحابها آني بتقرر انها تتحداها وبتلعب هي كمان كويس جدا لحد ما بتوقعها في المية وهالي بتشدها وهما بيسلموا على بعض الناس كلها بتلاحظ وجه الشبه اللي بينهم وبيتصدموا جدا وهالي بتقعد التاريق على شكلها وبتقول لها انها احسن منها بكتير لحد ما المدرسة بتدخل وبتتلغبط بينهم ووقت ما هالي بتلعب كوتشينا مع زميلها وما حدش قادر عليها هالي بتدخل تتحداها بكل الفلوس اللي معاها وبتقول لها ان اللي هيخسر فيهم هينط في المية واني بترد انها لازم تستعد علشان المية سقع جدا عليها وبترمي ورقها لكن هالي بتصدمها بالورق اللي معاها واني بترمي نفسها هي في المية ولما هالي بترجع هي وزميلها وبيلقوا سرايرهم مرمية برة بيقرروا ان هم ينتقموا من قاني وزميلها وبيدخلوا يعملوا لهم اكتر من فخ جوى السكن ولما قاني بتصحى من نوم بتلاقي القوضة متبهدلة جدا وبيقعوا في كام فخ وهالي وزميلها بيضحكوا عليها ولما مارفا بتكرر انها تعمل تفتيش مفاجئ للسكن هالي بتحاول تمنعها علشان ما تبوص الفخ اللي عند الباب لكنها بتصر وبتلبس الفخ هي وبنتها ومارفا بتتدايق جدا وبتكرر انها تحطهم في قوضة معزولة كعقاب لهم هم الاتنين وهناك بيرخموا على بعض في البداية لحد ما بتحصل عاصفة وهالي بتحاول انها تقفل الشباك واني بتساعدها ومن هنا بدأ ان هم يتعرفوا على بعض اكتر ويقربوا من بعض ولما اني بتقول لها انها عايشة مع امها بس وما تعرفش حاجة عن ابوها هالي بتقول لها ان هي كمان عايشة مع ابوها وما تعرفش حاجة عن امها وبيتصدموا لما بيعرفوا ان عيد ميلادهم في نفس اليوم ووقت ما هالي رايحة تتغدى اني بتقول لها ان كل اللي بيحصل بينهم تقريبا مش مجرد صادفة وبتسألها ان كان معاها صورة لابوها ولا لأ تلا يكون كان بيلعب بديل ولا حاجة وبترد ان معاها نص صورة واني بتقول لها ان هي كمان معاها نص صورة وبيتصدموا لما بيلاءوا ان الصورة بتكمل بعضها وبيعرفوا ان هم توقعوا وبيحضنوا بعض وقبل ما بيناموا هالي بتطلب منها انها تحكي لها اكتر عن امها واني بتقول لها انها مصممة فستين مشهورة جدا وبيقرروا وقتها ان هم يبادلوا الادوار مع بعض علشان يتعرفوا على اهليهم اكتر وبكده هيقدروا ان هم يرجعوا ابوهم وامهم لبعض مرة تانية وتاني يوم اني بتعرف هالي عن كل حاجة تخص بيتهم بما فيهم الخدم والحشم وهالي بتعرف كل حاجة تخص حياتها هي كمان وبعد كده بتقص شعر اني علشان تكون شبه اكتر وكمان بتخرم لها وانها علشان يكونوا شبه بعض بالملي وتاني يوم بيوضعوا بعض قبل ما يرجعوا وبيتفقوا ان هم لازم يرجعوا اهليهم لبعض زي ما اتفقوا وهالي بتروح تركب العربية مكانها وفي المطار بتقابل مارتن فبتسلم عليه وبتعمل نفسها حركة قاني وبيمشوا سوى لحد ما بيوصلها للبيت وهناك بتقابل جدها فبتحضنه جامد وبتقوله انها هتفضل فكراه وسواني وبتجري على امها وبتحضنها هي كمان لأول مرة من 11 سنة ولما بتسألها ايه اللي حصل بترد انها وحشيتها جدا وبتوري لها التغيرات اللي عملتها في شعرها والحلق الجديد ووقت مهالي بتتكلم مع امها مارتن بيدخل عليهم بالدمية بتاعتها فبيسألها جابتها منين فبتكتب عليهم وبتقولهم انها بتاعت صاحبتها اللي كلمتهم عنها وانها هتبعتها في البريد ولما امها بتسألها ان كانت حبة تيجي معاها الستيديو هالي بتوافق وبتتفرج على العروسة اللي هناك وهي طايرة من الفرحة وهم رجعين بتطلب من امها انها تكلمها عن ابوها اكتر وبترد ان هم تعرفوا على بعض وقتما كانوا رجبين سفينة وفي نفس الوقت بنشوف قاني بعد ما رجعت لابوها تاني وبتحضنها كمان لأول مرة من 11 سنة ولما بيقولها ان شكلها تغير جدا بترد ان المخيم اثر عليها وبيمشوا سوا وفي طريقهم قاني بتكرر كلمة ابوها اكتر من مرة لدرجة ان ابوها بيسألها عن السبب فبترد وبتعرفوا ان هو وحشها جدا بسبب انها ما شافته طول الفترة اللي فاتت ديه وسواني وبيوصلوا للبيت والمربية تشيسي بتفرح جدا بيرجعها مرة تانية لكنها بتستغرب لما الكلب بتاعها ما بيقربش منها وما بيتعرفش عليها وهما بيتكلموا مع بعض عن المخيم قاني بتشوف ستة قاعدة مع ابوها فبتسأل جيسي مين ديه وبترد انها مريديث مدبرة الاعلانات بتاعته وتقريبا كده ما بتكونش طيقاها بسبب تصرفاتها لانها ولاية حيزابون وساعتها بتروح علشان تتكلم معها شوية ولما ابوها بيمشي قاني بتسألها ان كانت تعرفت على الستات اللي كانت في حياة ابوها قبل كده وبتفهمها انها رقم 29 في حياته وبتختص لما ابوها بيرجع لهم وشوية وبتتصل على هالي علشان تعرفها اللي ابوهم ناوي يعملوا وهالي بتقول لها ان امهم ستة كويسة جدا وانا لسه مش بيعتش منها وبتقفل وتاني يوم قاني بتروح علشان تتكلم مع ابوها عن امها وبيرد ان هم بتكلموا في الموضوع ده قبل كده اكتر من مرة وسواني وبتقابلهم بريديث فبتعزموا على الفطار وبيرد ان هو هيقعد مع بنته شوية وبيروحوا يركبوا خيل كمان ولما ابوها بيفتح معها حوار مريديث مرة تانية بتمشي وبتسيبوه لحد ما بتوصل للبيت وهناك بتقابل تشيسي فبتسألها عن سبب تصرفاتها الغريبة مؤخرا وان كانت مخبية عنها حاجة ولا حاجة وقاني بتعرفها انها مش هالي ولما ابوها بيدخل وبسأل تشيسي بتبصلها كده ليه تشيسي ما بتقولش حاجة وبتقول لها انها كانت مفتقدات لمدة المخيم وبتحضنها جدا ولما ابو قاني بيقول لها ان هو ناوي يتجوز مريديث بتفضل تزعق وبتطلع تجري وابوها بيقعد مع نفسه لحد ما مريديث بتسأله عمل ايه فبيقول لها كل اللي حصل وبتطلب منه وقتها انها تروح تتكلم معها ولما قاني بتسألها ان كانت متجوز ابوها علشان فلوسه ولا لأ وبتستفزها اكتر واكتر مريديث بتدايق وبتقول لها ان ما فيش حد هيوقف في مشروع جوازهم اللي هيتم كمان اسبوعين ووقتي ما هالي بتفطر مع امها بتشوف الورقة اللي مارتن جابها من الطبع وبتخدها جري لحد ما بتتصل على قاني وبتسألها عن اللي حصل وبترد ان ابوهم ناوي يتجوز كمان اسبوعين وان هم لازم يتصرفوا خلال الفترة دي وإلا مش هيقدروا يرجعوا امهم لابوهم مرة تانية وساعتها جدها بيقفشها وبيطلب منها تحكيلوا كل حاجة وهما ماشيين ولما بيرجعوا البيت جدها بيشجعها علشان تدخل تقول لأمها الحقيقة وامها بتتصدم لما بتعرف انها هالي وبتحضنها جدا وبيجاهزوا نفسهم علشان يسفروا الاني وهالي بتفهمها ان ابوها مستنيها بفرغ الصبر وبيسفروا وفي نفس الوقت بنشوف مريدس واهلها وهما مستنيين اني وابوها علشان تعرفهم ببعض وشوية وبينشوف هالي وامها ومارتن بعد ما وصلوا لنفس الفندق اللي ابوها واني فيه ولما الكلب بتاع هالي بيشوفها بيطلع يجرع عليها على طول وبتمشي مع تشيسي علشان يدوروا على اني ولما امهم بتشوف بناتها هم جنب بعض لأول مرة بتقول لهم ان ده من تأثير الشرب وبتدخل تريح جوه لحد ما بتتأكد ان هم بناتها اللي اتنين فعلا وسايتها بتسألهم ان كانوا مخبيين عليها حاجة ولا حاجة لانها شافت ابوهم وهو ماشي مع واحدة تانية واني بتفهمها ان ابوهم ناوي يتجوز مريدس الحرباية وان هم لازم يبوازوا الجوازة ديه باي شكل من الاشكال وبترد ان كل اللي كان بينها وبين ابوهم انتهى خلاص وانها هنا علشان تبدلهم مع بعض ووقت ما ابوهم بيدور على ليز مراته القديمة هالي بتقابله فبيقول لها تروح تطمن على مريدس وسواني وبتقابل مريدس فبتسألها عن مكان ابوها وبترد انها ما شافتوش وسايتها بتروح تقعد علشان تشرب مع نفسها جنب ليز مراته القديمة من غير ما تعرف وفي نفس الوقت بتشوف ابوهم وهو بيدور على ليز لحد ما بيشوفها وبيقع في المياه من التوتر وفجأة بناتو الاتنين بيظهروا مرة واحدة مع امهم وبيحكولوا القصة من بدايتها وما بيكونش مصدق اني كانت معاه من البداية وبيحضنها جدا ووقت ما ليز بتتكلم مع جوزها مريدس بتقطعهم وبتسألهم ان كانوا يعرفوا بعض ولا لا وسايتها البنات بيظهروا مرة واحدة وبتتصدم من اللي بتشوفه ولما بتعرف انهم توقم وان ليز تبقى امهم بترد ان العالم صغير قوي وبالليل بنشوفهم وهم خارجين مع بعض لحد ما بيوصلوا للنفس السفينة اللي تقابلوا عليها قبل كده قبل ما يتجوزوا وبيكونوا مبسوطين جدا بالمفاجأة اللي البنات عملوها وبيحاولوا انهم ينسوا اخطاء الماضي ويتعلموا منها وكمان بيحاولوا انهم يوصلوا للحل بالنسبة لاطفالهم ولما البنات بيعرفوا انهم اهلهم ما وصلوش لأي اتفاق ما بيردوش يعرفوهم مين فيهم آني ومين فيهم هالي الا بشرط واحد واللي هو يخيموا مع بعض المرة اخيرة هم الاربعة وهم بيجهزوا نفسهم ميريدس بتروح تسأله عن اللي ناوي يعملوا معاهم وليز بتطلب منها تيجي معاهم والبنات بيتضايقوا جدا من القرار ده وقبل ما بيمشوا ليز بتقولهم انها مش هتروح معاهم وبتقول ميريدس ان دي فرصتها علشان تتعرف على البنات كويس قبل ما تتجوز جوزها والبنات بيتضايقوا جدا وهم ماشيين في الغابة ميريدس بتقرر انها ترتاح وهالي بتحط لها طوب في الشنطة بتاعتها وبتحط لها حرباية على ازاست المية وميريدس بتترعب لما بتشوفها وبترميها وهالي بتحطها على شعرها وبيقولولها ان فيه حاجة على راسها فبتفضل تصوت لحد ما ابوهم بيجي على صوتها وهم قاعدين مع بعض ميريدس بتقولهم ان الناموس اللي هنا كتير قوي وابوهم بيكتشف ان هم حطلها مية بسكر في الازازة علشان الناموس ييجي عليها وهي نايمة البنات بيسحبوها لحد ما بيرموها في المية والصبح بتصحى على طائر قاعد بيخبط في وشها وبتقوم مفزوعة من النوم وبتقع في المية وساعتها بتروح تخيره بينه وبين عياله وطبعا بيختار عياله ولما بيرجعوا البيت من غيرها امها بتسألهم عن السبب اللي خلاهم يرجعوا بدري او كده وبيردوا ان هم متعقبين قرن كامل بسبب ان هم زعلوا ميريدس وبالليل بنشوفهم وهم بيحاولوا ان هم يقربوا من بعض مرة تانية ولز ما بتكونش قادرة تقرب منه وبيودعوا بعض وبيسفروا ولما بيرجعوا البيت بيلقوا هالم استنياهم هي وابوها وبيعرفها وقتها ان هو مش هيقدر يسيبها زي ما عمل معاها قبل كده وليز بتعايت وما بتكونش مسدقة ان هو رجع لها مخصوص وبتحضنه وبس كده بتنساش تعمل لايك وتشترك في القناة ها تشترك في القناة سامعني اكيد اللي كتب الفيلم ده حسن خيري واللي سجل ندر عباس واللي منتج محمود عرفة لو انتم على اليوتيوب اشتركوا ولو على الفيس اعملوا فلو سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة